نحو مزيد من التوتر تنضي الأمور بين استعدادات في كردستان العراق من أجل إجراء الاستفتاء وبين رفض وتهديدات يطلقها معارضوه في العراق وخارجه مكتب مفوضية الانتخابات والاستفتاء في محافظة التأميم أعلن أن أكثر من 900 ألف شخص سيشاركون باستفتاء انفصال كردستان العراق عن سلطة بغداد مضيفا أن المفوضية أنهت كافة التحضيرات اللوجستية اللازمة لذلك إعلان لقي معارضة متصاعدة محليا ودوليا إذ أعربت الجبهة التركمانية على لسان رئيسها أرشد الصالح عن رفضها إجراء الاستفتاء في كاركوك بينما اتهمت محافظة تأميم نجم الدين كريم باستقدام 200 مسلح من ميليشيا بيكاكا إلى كاركوك بهدف فرض إجراء الاستفتاء فيها كتلة ميليشيا بدر البرلمانية من جانبها طالبت القوات الحكومية بمنع إجراء الاستفتاء في كاركوك ولو بالقوة محذرة من أن إجراء الاستفتاء فيها سيعطي تبريرا للأكراد لضمها إلى المناطق التي تخضع لسلطتهم في حين هددت ميليشيا كتائب الإمام علي المدعومة إيرانيا باجتياح محافظة التأميم في حال أجري الاستفتاء فيها وكما يلقى الاستفتاء رفضا في التأميم يلقاه كذلك في نينوة إذ أعلنت كتلة الرافدين النيابية المسيحية رفضها إجراء الاستفتاء في مناطق سهل نينوة باعتبار أن هذه المناطق لا تدخل ضمن حدود محافظات كردستان العراق خارجيا فإن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم دعا المسؤولين في كردستان العراق إلى العدول عن إجراء الاستفتاء محذرا من أن أزمة جديدة تضاف إلى أزمات الشرق الأوسط تؤثر سلبا على استقرار المنطقة بأكملها رغم كل ذلك يبقى الجميع في انتظار الخامس والعشرين من أيلول الجاري موعد إجراء الاستفتاء الذي ربما يكون حدا فاصلا بينما قبله وما بعده جغرافيا وسياسيا بل وربما عسكرية